اشتركوا في القناة اما بالنسبة لسؤالنا لهذا اليوم والاجابة عليه سؤال يعني اجبرني اني انا ادخل على قناة لشخص ضجد جدا من اللي انا سمعته ولكن مش انتقاصا منه او مهاجمته لا هي انتقاصة منه ومهاجمته والطعن فيه بكلامه وكشف اوراقه وبدون ما اذكر اسمه اكيد انتو او الاغلب منكو رح يعرف مين المقصود من هذا الكلام هم شخصين لانه السؤال اجه على شقين السؤال الاول كان شرح الخارطة الفلكية وتوزيعة الكواكب وسبيكة زحل وانه هاي السبيكة صار اكثر من شخص يقول انه هاي السبيكة مصدقة ومرخصة او الها سجل تجاري ومن هذا الكلام وبطبيعة الحال اللي بيشتغلوا في اي وزارة صناعة وتجارة او حقوق ملكية وفكرية بعرف انه انت لو جبت ورقة وطعجتها وسويتها على شكل دائري هيك او مكعبل او مستطيل بيقدر يروح ويسجل انه الزلمي سوى اختراع جديد ويكتب شوية اشياء عن هذا الاختراع انه هاي الكرة بلعبوا فيها الولاد الصغار بشتوها بيجبوها في زبالي بترتمي في الايد بتعمل لتفريغ الاكتئاب والطاقة والمش عارف ايش وهذا كلام بنكتب على نموذج معين هيك وبسجل انه تكعبل الورقة هاي صار مرخص فيعني مش ضروري انها ترخصت ولا ما ترخصت لانه في الاساس البرهان والتجربة هي اللي بتبين الامر فاعتقد انه هيك نعرف الموضوع طيب هذا الشخص او هدول الاشخاص اللي صاروا اكثر من شخص بيشتغلوا بنفس الشغلة وانه هاي مسجلة وحقوق ملكية وفكرية ورقمها ووثيقتها وتسجيلها ومش عارف ايش بيحلل خارطة فلكية فالشخص اللي سألني بعث لي تحليل الشخص للخارطة الفلكية اللي في منطقة الشرق الاوسط ولغاية مصر والخليج العربي مش كل الناس تتقن اللغة يعني بتفهم لغة المغرب العربي لانه المغرب العربي له لغة خاصة فيه وانه مصطلحات تدخل ما بين لغته وما بين اللغة الفرنسية وبما اني انا درست في المغرب العربي فباعرف اميز هاي اللغة ولما بطلع انا على توزيع الكواكب في الخارطة الفلكية والشروحات اللي بتصير عليها يعني بكاد اجزم مين المبرمج اللي برمج هذا البرنامج اللي باعه لهذا الشخص عشان هذا الشخص يستغله ويبيعه للناس كل تحليل خارطة فلكية بمبلغ معين غير السبيكة طبعا ومقاومة الكواكب ودفع نحوس الكواكب والاشياء اللي زي هيك اللي طبعا حكينا عنها في الحلقات الماضية وطريقة النصب في هذا المجال فعشان هيك اي شخص تحلله خارطة فلكية من اي فلكي ودخل وشاف كوكب معين اسمه بلوتو باللغة الانجليزية بلوتو بلغتنا في الشرق الاوسط بلوتو في الخليج العربي اسمه بلوتو ولكن في المغرب العربي اسمه بلوتون مش بلوتو فاللي بيلاقي انه مكتوب كلمة بلوتون يعمل زاوية تزديس مع كوكب اورانوس او معاد يعرف انه بلوتون اللي حللوا شباب محترمين جدا اجتهدوا وبحثوا في العلم هاد ترجموا كثير من الاشياء عملوا كثير من البرامج المعربة ساعدوا كثير من الاشخاص انهم يستفيدوا من هاي البرامج فاحنا ما منطعن في الشباب احنا منطعن في اللي بيستغلوا برامج الشباب على اساس انهم يقولوا ايش انهم فلكيين لهم موقع اسمه موقع العنقاء وفي موقع تاني اسمه موقع الحكمة طبعا انا مش بعمل دعاي للموقعين ولكن انا عشان ابين حتى المعلومة انا من وين جايبها وكيف جايبها وبيقدر اي واحد فيكو يدخل على موقع الحكمة او على العنقاء وبلاقي قائمة برامج مترجمة او برامج من شغلهم اسمه برنامج الشامل الفلكي او برنامج تحليل النجوم واسترافيدوس وزيت وكثير برامج عندهم موجودة بتقدر تنزل اي برنامج على كمبيوترك حتى انت لو ما بتعرف في الفلك بتقدر تنزل البرنامج عندك على الكمبيوتر وتقدر تستفيد منه لانه هاي النسخ اللي نازله هاي النسخ المجانية اللي تحت يعني اي واحد بيقدر انه يستفيد منها فيه نسخ اللي طبعا متطورة اللي بتعمل التحليل الشخصي والخارطة الفلكية وهاي مدفوعة الثمن بتدفع ثمنها لانهم برمجوها تدفع ثمنها فهم يودوا لك النسخة هاي وتقدر تشتغل عليها وفيه برامج حتى اعتقد لهم برنامج على التليفونات بنزل على الاندرويد اسمه نور النجوم فيعني بمعنى اخر انه معظم الناس اللي بتطلعوا بتحكي عن حالها فلكيين هي بس بتكبس كبسة زر يعني بدخل تاريخ الميلاد مع ساعة الميلاد بتكبس عليها بطلع لها تفصيل الخارطة الفلكية او زوايا الفلكية زي ما برمجوها الشباب فايش الصح وايش الغلط وشو معناها وشو بتعمل وبتنطبق علي ولا بتنطبقش علي ظروف الوقت ظروف السنة تاريخ السنة السنة مرتبطة في اي كوكب هاي الامور كلها طبعا برنامجي يستحيل انه يغطيها هاي بدها واحد فلكي يعرف يحسبها ويعرف كيف يجمع الزوايا ويخلطها على حسب الشخص هذا وعلى حسب بيئة الشخص هذا وعلى حسب مجتمع الشخص هذا يربطها مع بعض عشان يطلع معه صفات الشخص الصحيحة فهاي بحاجة لحسابات ورقو كلامه لواحد فلكي مش لواحد بس بديك بسكاب ستزر عشان فجأة تلاقي ودالك ست سبع صفحات تحليل تقرأهن تطلع انت مش فاهم ولا اي اشي فهاي نقطة الموضوع الثاني هي او الشق الثاني من السؤال هو كان عن شخص يوله موقع وعنده نسبة مشاهدة عالية اجتهد ترجم لكثير فلكيين منه ترجم صح منه ترجم ومش صح منه اضاف عليه منه دخل توقعاته وخلط الحابل بالنابل اوه اي اشي بقول هاي زي ما توقعنا ببقى ما توقع واحد ثاني وقصة الها اول ما الها اخر انا اللفت انتباهي مش كل هذا الكلام لانه عادي اي واحد بنزل على اي مكتبة في اي بلد هو موجود فيها بقول له انا بدي كتاب ابو معشر الفلكي كتاب ابو معشر الفلكي هاد بشرح الطريقة العربية القديمة في حسابات الفلك فهدولا بيجيبوا هذا الكتاب بقولك انه بما انه السنة بدت في اليوم الفلاني معناته بده يصير فيها احداث وتأثر على المناطق وبدها تصير في الشام وبده يصير في اليمن وبده يصير مش عارف ايش هيك ابو معشر الفلكي كاتب في نفس كتابه يعني الزلم يضاك الله يرحمه كان عالم جليل عمل هذا الكتاب ولحد الان في ناس بتستغل الكتاب وبتطلع بدول من الكتاب نفسه على انهم فلكيين يتنبؤوا بالفلك وبالجفر وبالأوفاق وبالرقم وبالرقم وهو كله من كتاب تقدر انت تشتري الكتاب هاد الو مسميين كتاب اسمه ابو معشر الفلكي وكتاب اخر جديد الكتاب اسمه كتاب النبي دانيال ومكتوب في الزاوية للكتاب هاد ابو معشر الفلكي وهو شخص جمع ونقح هذا الكتاب تبع ابو معشر الفلكي وزاد عليه معلومات من عنده وجمع من اكثر من مخطوطة وحطهم في بعض وطلع في كتاب صار الواحد يجيب الكتاب هذا يقرأه يطلع انه ايش بالجفر علم الجفر هو لأي من هب ودب بعرفي علم الجفر علم الجفر علم شريف كريم ولا يوهب لنصاب ولا يوهب لكذاب ولا يوصب لا يوهب ما بتعلمه اي شخص له صفات معينة اللي بدي يتعلم هذا العلم وهذا العلم ما بيطلع بيقول على الملأ انا والله بعرف علم الجفر من اخطر العلوم علم الجفر وسبب مهاجمتي لهذا الشخص هذا اليوم تحديدا اللي هي موضوع غدا تفتح ابواب السماء للدعاء او غدا يوم مناسب للدعاء وتحقيق الاماني او العبارات هاي يعني انت بنزل عليك ملك بيدلك على باب السماء امت بفتح ولا شو العلم اللي انت شغال عليه يعني كل يوم في ابواب سماء تفتح في يعني في الصباح وفي الظهيرة وفي المساء وفي باطن الليل وفي الفجر تفتح ابواب السماء دائما مفتوحة ابواب السماء وفي اوقات سعيدة للدعاء وفي اوقات مش سعيدة للدعاء هذا كلام علمي يعني احنا بنعرفه ولكنك تحدد يوم انه هذا اليوم لتحقيق الغاية في المجال الفلاني كلامك مردود عليك انت قرأت من كتاب زي ما حكى الكتاب ولكن ما فهمت اللي موجود في الكتاب بتمنى انه ما تنجروا ورا هاي المعلومات المكذوبة او المغلوطة او ممكن الشخص مش منتبه ان هي غلطه واخذها عن حسنية ما بقدر ادخل قلبه واحكم عليه فعشان هيك حاولوا انكوا تتحروا دائما الاشياء الصحيح وما تنجرفوا ورا اي كلمة بتنجال على انه هاي ممكن تكون صحيحة وممكن ما تكون صحيحة لانكوا بتأيدكوا للغلط بتكونوا انتوا غلط وانا ما بهون علي انكوا تكونوا او تدخلوا في المكان الغلط عشان هيك انا بنبه اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد هيك بعد هذا اللي انا حكيته اللي حاب يصير فلكي بروح على الموقع اللي انا حكيت عنه في بداية الكلام بنزل البرامج بصير فلكي زيهم بدون ما يفهم طبعا لانه بكبسة زر بصير هو يطلع معلومات واللي حاب يعمل ويتنبأ ويخلط الدنيا كلها في بعض بروح بجيب كتاب ابو معشر الفلكي ويخلط الدنيا كلها في بعض وخسوف وخسوف ونهاية الزمان وعلامات القيام وظهور مش عارف ووائل ما لا نهاية ظل واقسم بالله ان هذا حقيقة لا هو لا حقيقة انت كذاب اعذروني على المصطلح ابكن درا خلينا ندخل في التوقعاتنا طبعا القمر رح يظل موجود في العذراء في منزلة السماك الاعزل هاي المنزلة منزلة الصلح والدواء اللي ها علاقة في الضرر ولكنها بتيجي للتصليح اكثر من الضرر وحكينا انه برج العذراء من الابراج الترابية اللي بتعيدنا لطبيعتنا الجادة ومنحافظ على صحتنا ومنهتم في صحتنا وممكن ندخل في برنامج غذائي او برنامج رياضي في هذه الفترة منصير نطلع على محافظتنا على الوزن منقبل على عملنا بهمة ونشاط منهتم لكل امر او كل كلمة ومنتفحصها بشكل دقيق جدا منشوف انه عنصر التنظيم والدقة صار غالب علينا في هاي الايام ومنشعر انه الناس اللي حوالينا صاروا شوي عندهم نوع من انواع البخل في العطاء ان كان مادي او عاطفي وممكن يصير عند البعض وسواس معين يتوهموا امراض معينة او اشياء معينة ما الها اي صحة اللي بدو يترك التدخين او يقلع عن اي شيء كان غلط بيقدر في هذا اليوم انه يتركوه اول زاوية رح تكون معنا هي تقريبا بعد نصف ساعة من الحلقة هاي هي زاوية تقابل سلبي بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيش مساء بتخلي بعض الاشخاص هدولا يتجهوا باتجاه العالم الوهمي او يصير عندهم نوع من الوسواس او الوهم يصنعوا عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع بتخلينا شوي نكون مش عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين يعني اذا واحد عاطفي قاعدك بالنا منصير عاطفيين واذا واحد سلبي قاعدك بالنا منصير سلبيين ومنميل مع الريح زي ما اجت اما الزاوية التي تليها هي زاوية التثليث وتقريبا اليوم كله رح يكون كلها زوايا ايجابية ما عدا هاي الزاوية اللي بدت وتقريبا كل الزاوية رح تكون ايجابية الزاوية هاي رح تكون زاوية التثليث بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة ثالثة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وعلى افكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوس الغير وفي نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما الزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وزحل ورح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة الرابعة واثنعشر دقيقة صباحا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبنتعزز عنا الحدس والحسب المسئولية اما الزاوية التي تليها هي زاوية ايجابية برضو تثليث بين القمر والشمس وفي تمام الساعة ستة واربعين دقيقة بتوقيت الجرينيش صباحا برضو رح تكون بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ممكن نتجه لتغليب العقل اكثر من تغليب العواطف في هاي الزاوية وبصير عنا قدرة على السيطرة على مشاعرنا في زاوية رح تتشكل برضو بعديها هي زاوية تثليث برضو ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة 12 و11 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد بالاضافة للنشاط الذاكرة وصرعة البديهة هاي الزاوية بتكون تقريبا هي اخر زاوية بعدها مباشرة ببدأ خلو المسار يعني ساعة 12 و11 دقيقة بتوقيت جرينيش بعد الظهر يبدأ خلو المسار غدا وخلو المسار رح يستمر لساعة الثالثة واثنين واربعين دقيقة بتوقيت جرينيش يعني تقريبا بحدود الثلاث ساعات ونص في هاي الفترة طبعا بيكون القمر في حالة منتحسة لانه في خلو المسار في فترة خلو المسار هاي احنا ما مننصح باي خطوة جديدة مهمة في حياتنا ولا توقيع عقد ولا بدأ بعمل جديد اي شيء كنا من قبل شغالين فيه منكمل شغلنا فيه ولكن ما منبدأ بشيء جديد بهاي الفترة وهي بتشمل جميع الابراج دون استثناء بعدها على الساعة 43 و42 دقيقة بتوقيت جرينيش بكون القمر استقر في برج الميزان يعني بمعنى اخر ان الميزان رح يظل عندهم نوع من انواع التعب لغاية ما ينتهي خلو المسار بكون القمر استقر عندهم اما في زاوية رح نحكي عنها اليوم ورح نحكي عنها بكرة كمان الزاوية هاي رح تصير تقريبا ساعة 11 و17 دقيقة عند منتصف الليل بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن ساعة 11 و17 دقيقة هاي زاوية زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين الزهرة واورانوس وبما ان الزهرة وهاي بتعبدل على العاطفة بقوة عالية والكوكب اصبح الان مستقر في الحوت بشكل جيد واورانوس الانقلابات والتقلبات والاشياء المفاجئة بما ان اثنين بدهم يعملوا زاوية تزديس فمش غريب ان اشخاص تلتقي بحب من النظر الاولى فجأة ويقعوا في شباك الغرام او يخطبوا بشكل مفاجئ او يطور حب بشكل مفاجئ وبسرعة عالي جدا ممكن اثنين متخاصمين في هذه الفترة يتصالحوا بدون تدخل اي حد يعني بمعنى اخر هاي زاوية رح تجيب كثير من الحضوض لاشخاص كثير من كافة الابراج مش من برج واحد بس بالنسبة للقمر حكينا رح يكون مستقر في الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم سواطعش واحد بيبدأ ساعة 12.58 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيستمر حتى تمام الساعة 6.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريب اقل من خمس ساعات ونص بانتقل بعدها القمر لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر القمر اصبح محدب بالكامل عمره 20 يوم في تمام الساعة 8.8 دقائق مساء بيصير عمره 21 يوم ونسبة الإضاءة بتكون 75% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى عشرين واحد مزاجها سعيدة القمر في العذراء والميزان حتى 17 واحد يعني رح يكون في العذراء ينتقل الميزان ورح يبقى بالميزان لغاية 17 واحد رح يكون سعيد عطارد في الجدي حتى 16 واحد منتحس الزهرة في الحوت حتى 72 سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين سعيد المشتري في الجدي حتى 14.5 ممتزج زحل في الجدي حتى 11.5 سعيد أورانوس في الثور استقر الآن من حركة التراجع تاعته لغاية 15.8 بعدين بيبدأ بعملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23.6 وبعدين بيبدأ بالتراجع مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25.4 وبيبدأ في عملية التراجع ولكن ما زالت بعض الزوايا قائمة أو اتصالها قائمة عشان هيك مزاجه منتحس نبدأ الآن في التوقعات اليومية برج الحمل بما إنه الآن القمر صار موجود مقابلكم مباشرة فعشان هيك منحكي لكم إنجزوا ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في جهدك الجسماني وما تتركوا العمل يتراكم عندكم بدكوا تنتبخوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر في بعض الإرهاق بسبب كثير من الضغوطات نظم عملك بشكل جيد ما تهمل الواجبات وبدك تدير بالك من التبذير ممكن تعالج مسألة مالية وتجدلها نوع من أنواع الحلول وممكن تهتم في فواتير أو تزديد فواتير أو جدولة فواتير راح تجدلها حلول ولكن بدك تكون هادي وأعصابك هادي برج الثور تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما رح يتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحح الانطباعات عنك واثبت للمشككين عن طاقتك وما تستسلم للضغوط لأنه ممكن تتحقق الإنجازات لو تصبر شوي أهم إشي أنك الثابر وتكرر المحاولات برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة هدئ من انفعالاتك وحاول أنك تجمد دماغك عن التفكير لو فترة بسيطة على أساس أنه تقدر تمشي الفترة هاي بسهولة أو بهدوء ممكن يصير عندك قلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إشي أنك ما تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاف ناقش بليون تامة برج السرطان بتنشطوا في السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحانات أو امتحان بتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بتكثر التنقلات وحركات التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أو مناسبة أهم إشي أنك ما تكثر المطالب وتجنب أن يكون عندك أسلوب فض بالحديث وابعد عن التحديات برج الأسد في فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات يعني ماشي القمر في بيتكم الأول بعطيك فرص ولكن برضو إلو سلبيات اللي هي المصاريف بدكو تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بدك تناقش في هاي الفترة موضوع مالي معين لا تتسرع في أي استثمار يبل ما تراجع التفاصيل بشكل جيد لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقض قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء ثقاتكو بنفسكو كبير كثير بعمكو النشاط بادروا إلى أي خطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن أنك تحسم أمر وتقرر قرار جديد بتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتقور أمر معين تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان كمان يوم متعب بالنسبة لك يا برج الميزان ولكن ما رح يطول الأمر لأنه في المساء القمر رح ينتقل عندك رح يحسن كل الأمور ولكن يبل انتقال القمر بدك تنتبه لصحتك وما بدك تبالغ في إنجاز أي شيء حاول أنك أنت تنهي الأعمال الموجودة بين إيديك فقط ممكن يتعيش في نوع من الدوامة من الكآب والإحباط هاي فترة فارغة لأنها هاي الفترة لأن القمر موجود في بيت متعبك فترة إرهاق ابتعد عن الأجواء الصاخبة قدر الإمكان حتى المساء وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب بدك تستغل هذا النهار بكل طاقتك لأنه القمر رح ينتقل للميزان رح يصير في بيت متعبك في المساء فالنهار بدك تستغله عشان تنجز اللي بتقدر عليه قبل ما يوصل للمكان اللي ممكن يكون عقبة في طريق كثير من الأشياء اللي أنت بتفكر فيها بتقدر تعزز صداقاتك لأن النهار ممكن تحقق أمني بمساعدة صديق وفيه منك رح يشارك بمناسبة سعيدة ممكن يتطلب منك خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك الفرصة لغربلت ومعرفة الصديق من العدو أهم إشي اظهر انفتاح واهتمام يعني حاول أنك تكون منفتح وحاول أنك تبين للجميع أنك مهتم في كل شيء برج القوس يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل ممكن ينجح في مجال عمله ممكن تدفع بمصالحك بالاتجاه الصحيح حافظ على إنجازاتك القائمة ممكن تتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم بدك تكون عند حسن الظن بدك تتجنب الانفعالات والقرارات المرتجلة حاول أنك أنت تدرس أي قرار بدك تتخذه وبدك تدير بالك لأن حدية المزاج عندك عالية ممكن تتصرف بعدائية بدك تدير بالك أثناء التعامل مع الناس وبدك تدير بالك من الحوادث على أنواعها إن كان في مجال العمل وإن كان أثناء القيادة فما في مجال للمغامرات برج الجدي تنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة ممكن تشعروا بقوة العاطف عندكو إنها الزيادة ممكن يتجاوب أحبائكم معكم خلال هذا النهار ممكن تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح عندك خلال هذا النهار تشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة جديدة تكون مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة إنك تلتقط أنفاسك بعد العواصف اللي ضربت فيك خلال الفترة الماضية يعني بتعيد التفاؤل عندك شوي لغاية ما يوصل القمر لعندك وبعدين أمورك إن شاء الله كلها بتصير أحسن وأحسن برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريك يبل ما تتمسك بأي قرار ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية أو أشياء عائلية خلال هذا النهار باستطاعتك بحث مواضيع القروض أو التمويل خلال هاي الفترة ما تهمل التفاصيل الدقيقة ركز على كل شيء عشان أي باب بتكون مش مركز فيه ممكن أنت تخطئ فيه فتكون عواقبه وخيمة برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكتكو سواء في مجال العمل أو العاطفة أنا ما بنصح إنه في هاي الفترة لأن القمر مقابلك مباشرة ما بنصح في هاي الفترة لموليد الحوت تحديدا أي خطبي أو زواج أو توقيع عقد تجاري في خلال هاي الأيام لأنه مش مركزين وممكن تتفقوا على أشياء بكرة تندموا عليها وما تعرفوا تنسحبوا وتغيروا رأيك فيها فأتركوها لحديث ما تستقر الكواكب بالشكل الصحيح ويصل القمر للعقرب بصير قراركو مية في المية إيجابي وتحديد كل الأولويات صحيح حاذر من توجيه أي كلام جارح أو نابي بغير محله لأي كان خلال هذا النهار ممكن تواجه خصم شرس شوي وممكن تشتد المنافسة بينكم أهم شيء ما تخالف القوانين عشان ما صير مدان أو أنت الغلطان هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم بشكركم على حسن الاستماع وبشكركم على الكلام اللي أنتو بتكتبوه تحت يعني بعطيني دافع ممتاز جداً أني أنا أستمر عندكو سؤال أو عندكو شيء حابين تستفسروا عنه اكتبو لي تحت بقرأ من كل التعليقات في تعليقات أنا فوراً بحط عليها لايك إني قرأتها واهتمت فيها بس ما بيكون عندي الوقت إني أرد عليها في تعليقات ما برد عليها لأنه بتكون إما ناقصة أو بحاجة لإني أكون موجود في البيت على أساس أني أقدر أحسب عشان أجاوب صح فبأجلها عشان لما أرجع على البيت أقدر أجاوب عليها وأي سؤال اكتبو لي تحت أي موضوحة بيني نحكي فيه اكتبو لي تحت وإن شاء الله إني رح ألبي طلبكم في النهاية كل اللي حكيناه هاد توقعات والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء